خلينا نروح لأبطال القراتين العاديين أو الفريق العادي الأسوية طبعا إنجاز كبير النهاردة حصل أيضا في ختام بطولة العالم إن احنا جينا في المركز الثاني بعد اليابان بفرق مديلية دهبية واحدة منتخب مصر يجي تاني عالم دي حقيقة حاجة إنجاز كبير جدا في الترتيب إحنا واخدين 8 مديليات واليابان واخده 7 مديليات ولكن اليابان واخده 4 دهب وإحنا 3 دهب وده الأفضلية لليابان بالرغم من أن احنا واخدين عدد مديليات أكتر يعني مديلية دهب واحدة كمان كانت حطت مصر في المركز الأول خلينا أقول لكم أنه ده أيضا إنجاز كبير يتحس بلعبة القراتين ودول تقول أبطالنا هو في ريال أشرف أحد البطلات اللي موجودة بطل اللومبية بطلتنا الأولومبية ده طبعا أعضاء الجهاز الفني واللعبين حاجة تشرف حاجة منظر رائع شكنا كابتل محمد العجمي بيتكلم على 70 دولة مشاركة في ذوي الهمم الأسوياء أنا شايف أنه لا يقل عن هذا العادة هيكون شارك الكراتين الحقيقة لعبة يعني مشرفة مصف ويمكن في 3-4 سنة اللي فاته حصل طفرة غريبة يعني الكراتين كان موجود وكان عندنا أبطالها عالم زي الدكتور مهند مجدي وعندنا فريال أشرف وعندنا جانا فاروق مش هننساها طبعا ولكن 30-4 سنة اللي فاته ودخل معهم الدورة اللومبية فاجئونا فاجئونا الحقيقة بمستوى مكملين خسارة كبيرة لمصر إن الكراتين طلع عبر الدورة اللومبية ولكن ما بليد حيلة فيه بطولات عالم وفيه محافل دولية يستطيع أبطال الكراتين هم يرفعوا رأس مصر زي ما احنا شوفنا في دبي فيصالة كبيرة في تجمع كبير ودي الحقيقة التفرق كبيرة لنتمنىها في الرياضة كل اتحاد وكل الرياضي يبقى عنده الهدف ده لازم مصر تبقى رقم واحد اوعى تقبل ما مصر تكون رقم اتنين احنا نستحق عندنا كوادر عندنا بنية تحتية عندنا رعاية من الدولة المصرية اوعى أبدا تقبل إن تكون مركز تاني وده اللي بنبقى حريصين عليه في البرنامج الهدف الأساسي هو منتخب مصر لازم نزرع في كل لعب إن ما يقبلش أبدا إن مصر تبقى في مركز تاني مصر رقم واحد ومصر عندها من الكفاءات والقدر إنها يكون كده